نظرية النموذج الذري هل سمعتم بأن كل الأشياء مصنوعة من شيء صغير جدا اسمه الذرات حسنا هذه النظرية تقول لنا إن الذرات هي أصغر جزء في كل الأشياء هناك الكثير من الذرات تجتمع معا لتشكل كل ما نراه حولنا سواء كان ذلك شجرة أو حجرا أو حتى نجمة في السماء في فيديو النهاردة حنتعلم كيفية عمل فيديو تعليمي للأطفال بالزكاء الاصطناعي زي المثال الموضح في أول الفيديو وده عن طريق تحويل الصور والنصوص لفيديو تعليمي ناطق باللغة العربية مجانا وبطريقة جديدة وبدون استخدام موقع دي اي دي الفيديو مكون من سبع خطوات هنستخدم فيهم مواقع عديدة للزكاء الاصطناعي لعمل الفيديو النهائي الفكرة ممكن تطبقها كبداية لقناة تعليمية للأطفال على اليوتيوب بدون ظهور قبل ما ابدأ الفيديو حابة افكركم باللايك والشير علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس ولو اول مرة زروني في القناة ما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد اول باول يلا بينا نبدأ الفيديو الثوالخطوة معنا النهاردة هي كتابة نص الفيديو عن طريق شات جي بي تي طبعا نظرة لان احنا حنقول مواقع كتير في فيديو النهاردة فكل مواقع حسيبها لكم في صندوق الوصف ممكن استخدم شات جي بي تي او احد البداء الاخرى زي موقع بو او موقع بينج شات حاجة في شات جي بي تي اقول له تخيل نفسك العالم الفيزيائي ألبرت أينشتاين سوف تشرح ثلاث نظريات علمية مختلف للاطفال من سن خمسة لعشر سنوات فيما لا يزيد عن دقيقه ابتدا هو يقترح علي السكريبت ادي اول نظرية وشرحها ودي تاني نظرية وشرحها ودي تالت نظرية وكمان كاتبها باسلوب مبسط بحيث ان هي تبقى مفهومة للسن الصغير الخطوة التانية هي تصميم صورة الشخصية عن طريق احب مواقع الرسم بالزكاء الاصطناعي والموقع اللي هنستخدمه هو موقع بلاي جرامند اي اي هبتدي يجوانا على الموقع اقول له كرييت وبعدين اتأكد ان انا اخترت الموديل الجديد بتاعهم اللي هو ستيبول ديفيوجن اكس ال ده موديل جديد بيمتاز ان هو احدث وبيطلع صور عالية الدقة والوضوح واختر هنا سبعة وهنا خمسين زي ما همه واتأكد هنا ننسيد نمبر راندم وبعدين في البرومبت هكتب له بورتري اوف البرت اينشتاين از بيبي ساينتست ديزني او بيكسار ستايل طبعا لان بطل الفيديو بتاعنا هو البرت اينشتاين فانا بقول له عايزك تعملي شخصية البرت اينشتاين في شكل طفل صغير واختر من هنا في الفلاتر اي فلتر من الاربع الجودات دول الاربع فلاتر دول بيشتغلوا بس مع الموديل بتاع ستيبول ديفيوجن اكس ال اختار مسلا ماكرو الرياليزم دي ممكن كمان اضيف الناجاتف برومبت اللي هي الحاجات اللي انا او الغلطات اللي مش عايزة تطلع في الصورة حاسبه لكم في صندوق الوصف اقول له بيست كده ناجاتف برومبت كلمات انا مش عايزها تبقى موجودة يعني مش عايز مسلا يبقى في مشاكل في الوش او مسلا الصوابع متكررة كل الحاجات اللي سعب بنشوفها دي الدقة بتاعتها عالية جدا وبعدين جربت ان انا اعمل اربع صور بفلتر تاني مختلف من هنا فطلع لي برضو الاربع صور دي برضو كويسين جدا وبعدين غيرت الفلتر تاني وطلع لي الاربع صور دي انا ممكن اختار الصورة دي عشان نشتغل عليها اضغط على وبعدين علشان احسن ملامح الوش شوية واكبر الصورة شوية الصورة اللي اختارها علشان اشتغل عليها لازم تكون واضحة والوش كله ظاهر زي ما احنا شايفين كده بعدين اقوله دوندود دي صورة النهائية اللي احنا هنشتغل عليها زي ما احنا شايفين التفاصيل فيها جميلة وواضحة جدا الخطوة الثالثة هي تحويل النص العربي الى صوت احترافي وده هيكون عن طريق موقع TTSMaker هاسبه لكم في صندوق الوصف هاخد جزء من النص اللي انا كتبته في شات جي بي تي اللي هو اول جزء بتاع نظرية الجاذبية وبعدين من هنا اختار اللغة العربي طبعا زي ما نشايفين الموقع بيتحلي العديد من الاصوات اللي ممكن استخدمها احنا كنا ذكرنا قبل كده اكتر من طريقة لتحويل النص العربي الى صوت في فيديوهات قبل كده في القناة اللي ظهر قدامكم على الشاشة وده كمان موقع اخر مجاني ممكن تستخدموه علشان تعمله نفس الخطوة دي اختار الصوت اللي انا عايزه مثلا اختار الصوت ده وبعدين حكتب نفس الرقم اللي طالع لي هنا لو عايز كمان اغير في الاعدادات اللي تحت دي ممكن وبعد كده بقوله convert to speech نظرية الجاذبية الجاذبية هي القوة التي تجذب الاشياء نحو بعضها تخيلوا ان الجاذبية هي كأنها يد عملاقة تجذب الاشياء نحو الارض زي ما نشايفين ده مثال للصوت اللي خارج من الموقع ده هعمل ده وانلود للفايل بنزل الفايل في هيئة mp3 الطوى الرابعة وهي تحريك وجه الصورة بالزكاء الاصطناعي وده هيكون عن طريق موقع هيت بو الموقع فيه اكتر من اداة للزكاء الاصطناعي لكن اللي يهمنا هي الاداة اللي بنتكلم عليها دي هقول له upload photo هختار الصورة اللي انا عملتها على موقع playground وابتدي ان انا اعلم له على الوش في الشخصية هحاول ان انا اختار اكبر مساحة ممكنة زي ما احنا شايفين كده وبعدين بقول له confirm هيبتدي ان هو يشتغل على الصورة بحيث ان احنا ندي تأثير تحرك للعين والوجه في الصورة زي ما حنشوف دلوقتي بعد ما اخلص دي النتيجة النهائية زي ما انا شايفين كده ايه بيتحرك الوجه بيتحرك والبق والعينين عايز بقى download الفايل ده اختار الاختيار التالت لانه هو ده الاختيار المجاني بعدين زي ما نشايفين كده ده منظر الفايل النهائي خطوة جاية حنحرك بقى الشفايف ونركب عليها الصوت الخطوة الخامسة هي انشاء رسم وتحرك لحركة الفم يطابق الصوت اللي احنا عملناه بالزكاء الاصطناعي وده حيكون عن طريق الموقع اللي احنا شايفينه قدامنا ده الموقع ده ممكن ياخد منك صورة او فيديو وملف صوتي وبعدين يحاولها الفيديو بيتكلم بنفس الصوت اللي انت دتهوله الموقع ده بنعمل فيه اكاونت بجوجل اكاونت عادي وبيديني حوالي الف كريدت الفيديو الواحد الدييئة بيكلفني خمسة كريدت الموقع ده في منه اختيارين اول اختيار لو انا مجاهز الصوت بتاعي وحديله الصوت من عندي زي الحالة اللي احنا فيها دلوقتي اول الاختيار التاني اللي انا عايزه هو اللي يعمل للصوت عن طريق ان انا بديله النص بالعربي وهو بيطلع لي نص بالعربي مسموع هنشوفها هنعمل الاول الحالة الاولى وبعدين هنشرح الحالة التانية اول حاجة هدوس على الاكس دي كده وبعدين اقول له اختار الفيديو اللي انا كدت عملته في الخطوة الرابعة وبعدين نفس الكلام في الملف الصوتي هدوس على مي ديفايس واتدي له ملف الانبي سري بتاع النص العربي اللي انا عملته بالذكاء الاصطناعي وبعدين هنا ادوس على سيتنجز واغير القيم دي كلها عشرينات عشرين عشرين القيم دي بتعبر عن مقدار حركة الرأس والدأن والخد اليمين والخد الشمال طبعا كل ما بتغير فيهم كل ما بتلاقي في حركة اكتر في الفيديو وزي ما احنا شايفين هو بيقول لي ان الفيديو ده حيكلفني خمسة كريدت من الالف كريدت بتوعي بعد كده حقوله صمت بعدين ممكن بقى نكبر الفيديو كده ونشوفه نظرية الجاذبية الجاذبية هي القوة التي تجذب الاشياء نحو بعضها تخيلوا ان الجاذبية هي كأنها يد عملاقة تجذب الاشياء نحو الارض انها السبب الذي يجعلكم تسقطون عندما تقون اشياء وهذه القوة تساعد الكواكب والنجوم على البقاء في مكانها في السماء ما تقلقوش من منظر الفيديو لان احنا كنا مكبرين وقوي الاختيار التاني اللي بيقدمه لك نفس الموقع هي ان انا ممكن اديله النص العربي وهو يحاولهولي لصوت عربي احترافي يعني انا هنا اديته النص و اديته ملف الفيديو وبعدين حاجة في السيتنجز بقى هنا ممكن اغير الحاجات دي او اسبها زي ما هي هوم اديك اكتر من خدمة لتحويل النص الى صوت مفيش حاجة منهم بالدعم اللغة العربية غير اول واحدة من هنا هاختار اي صوت عربي وليكن ده مثلا وبعد ما بخلص بقوله صدمت وزي ما احنا شايفين ده منظر الفيديو النهائي نظرية الجاذبية الجاذبية هي القوة التي تجذب الاشياء نحو بعضها تخيلوا ان الجاذبية هي كأنها يد عملاقة تجذب الاشياء نحو الارض انها السبب الذي يجعلكم تسقط عندما تلقون اشياء طبعا الصوت هنا مختلف لان دي خمة اخرى لتحويل النص الى صوت اللي هي خمة جوجل تيكستو سبيتش اللي كنا برضو تكلمنا عليها في فيديو سابق الخطوة اللي بعد كده هي خطوة منتاج الفيديو وعن طريق الخطوة دي هنركب كل المشاهد اللي عملناها للشخصية بتاعتنا عشان نعمل فيديو مطول هنستخدم طبعا برنامج كاب كات لانه هو مجاني تماما وفيه منه اكتر من نسخة للبي سي او للموبايل اول حاجة هاخد الصورة اللي انا عملتها بالزكاء الاصطناعي عشان نستخدمها كخلفية للفيديو وبعدين هاخد الفيديو اللي انا عملته بالزكاء الاصطناعي اللي متركب عليه الصوت وحطه فوق الصورة بالمنظر ده بعد كده هكبر زمن الصورة علشان يكون متساوي مع الفيديو بالمنظر ده وبعدين هاضغط على الفيديو اللي هو فوق الصورة وبعدين اضغط على علامة الكروب علشان اشيل الاجزاء الزيادة من الفيديو بالمنظر اللي احنا شايفينه ده من تحت ومن الشمال ومن اليمين ومن فوق وبعدين اقول له confirm ايضا خطوة مهمة جدا لازم نعملها ان انا اشيل الـ background او الخلفية بتاعت الفيديو وده من cup cut هدوس على cut out وبعدين اقول له auto cut out فلو جينا بصينا كده على الفيديو النهاية هنلاقي مفيش اي فرق وكأنها صورة واحدة او فيديو واحد نشوف كده مع بعض بعضها تخيلوا ان الجاذبية هي كأنها يدن عملاقة تجذب الاشياء نحو الارض خطوة اللي بعد كده هي اضافة مؤسرات بصرية للفيديو ودي خطوة مهمة جدا عادين نقل جودة الفيديو بتاعي في حتة تانية خالص انا هنا اضافت مشهدين زيادة للفيديو ده المشهد الاول وده المشهد التاني بنفس الطريقة اللي احنا شرحناها وده المشهد التالت بنفس الطريقة اللي احنا عملناها في اول مشهد عشان اضيف مؤسرات او effects هدوس على effects وبعدين في كل مشهد هضيف effect مختلف لكل صورة من صورة الخلفية يعني مثلا هنا ده effect اللي استخدمناه في اول مشهد ممكن انا اغير هنا في القيم بتاعته خلي مثلا color زي ما احنا شايفين كده ممكن في المشهد التاني اضيف effect ده وفي المشهد التالت اضيف effect ده بقى منظره حاجة كده عامة زي effect matrix كده انا خلصت الفيديو بتاعي تماما ممكن كمان اضيف ترجمة للفيديو عن طريق برنامج clip champ وتعالوا نشوف مثال من الفيديو النهائي بعد اضافة الترجمة عليه نظرية النسبية الخاصة هذه النظرية تتحدث عن الوقت والمسافة ببساطة انها تقول لنا ان الوقت ليس نفسه بالنسبة للجميع فعندما تكونون سعداء ومستمتعين يمر الوقت بسرعة اما عندما تكونون حزينين وتنتظرون شيئا ممتعا فان الوقت يمر ببطء كما ان المسافة ليست نفسها بالنسبة للجميع فالمسافة قد تكون طويلة بالنسبة لشخص وقصيرة بالنسبة لاخر وده شكل الفيديو النهائي بعد اضافة الترجمة اليه عن طريق برنامج clip champ لو عايز تعرف ازاي عملنا كده ممكن تشوف الفيديو اللي هيطلع قدامك على الشاشة ده عسبه لكم كمان في المقترحات بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتموا الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير لو اول مرة تزورني في القناة ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد واشوفكم في فيديو جديد باذن الله